نحن نضمنا في قائمة موحدة تضمت خصوصات كبيرة جدا والناس كنا معاهم في القائمة وقائمة كابتن حسير اللبيب لا الكواريس ما فيش قائمة نحن متواصلين من زمان مع بعض ده مش مواقف ده نانس زمالك أي حد فينا وفي ناس كتير زمالكوية لو يقدروا يعملوا أي حاجة بسيطة زمالك يعملوها نانس زمالك خيروا علينا نانس زمالك أكبر اسمنا كل المرشحين النهاردة جايين بيفتخروا بنادي زمالك جايين ناس زمالك جمهور الزمالك ليحق كبيرة علينا جدا أنا كنت سعيد جدا مبرح بالملحمة اللي أنا شفتها من جميل زمالك حسيت أن فيه معناها إيه يعني أن الناس حس أن الزمالك فيه جديد يعني ما رغم أنش حاجة ولا لعبنا بطولة ولا جهزنا حاجة لكن حسيت أن الجماهير حسيت أنه خلاص الزمالك راجع لطبيعته وإن شاء الله مع المجلس الجديد بالزمل اللي معاه كلهم كابتن حسين لبيب كابتن نشام ناص كابتن الدكتور حسين مندوغ هاني شكري هاني برزي عمر الأدهم محمد طارق نيرا الأحمر أحمد خالد كمان رامي كلنا فيه أحد نسود في الأسماء الست أنا حسين السعيد إن شاء الله ربنا كرم أخويا في موضوع الكورك إحنا القايمة بتضم بناس قرويين بكرة القدم مهتمين بكرة القدم ناس في ألعاب الصلاة كلها ناس في الإنشايات ناس اجتماعيين إن شاء الله ويقول لما نصلح وإحنا كلنا في الآخر بنتبارة لخمة نادي الزمالك جمهور الزمالك عرف أحمد سليمان أما بييجي بيقاتل بكل مؤتب وهنسعى وربنا يكرمنا وربنا كرم وكتب لنا النجاح أو حتى لو ما كرمنا نجاح هكون في ظهر نادي الزمالك ولينا تجربة قبل كده مع جمهور نادي الزمالك وعضاء الجماعة في نادي الزمالك إن شاء الله نادي الزمالك في جاف الأحسن على مستوى الاجتماعي والإنشاء والرياضي ناس محتربين جدا عندكم فرصة كبيرة جدا تختاروا مجلس متناسق مجلس حقق طموح عضاء الجماعة الأممية مجلس يقدر يخلي نادي الزمالك في حتة تانية لأن ما كانت نادي الزمالك على المستوى العربي والأفريقي والعالمي ومفروض بأحسن من كده بكتير إن شاء الله أوطم منكم بمجموعة المجلس اللي معنا والزمل المقدمين اللي إحنا كلنا هنسعى في إيد واحد حتى لو ما حصلوش التوفيق اللي إحنا نستعيم بكل الناس لرفع اسم نادي الزمالك على المستوى الإنشائي والاجتماعي والرياضي